بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين هاديا وبشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجة منيرة وبعد أحييكم عزائي الطلاب بتحية الإسلام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في يوم جديد وفي درس جديد من دروس اللغة العربية كما ترى العنوان الكفاية الإملائية كتابة الهمزة يعد ويقدم هذه المادة الأستاذ علي بن عوض أل سلطان ويشاركني في لغة الإشارة الزميل محمد القبيشي أحييكم وفي المستهل هذه الوحدة التدريبية الثانية كما ترى والمنطلق دائما من الأهداف التدريبية يتوقع منك في نهاية هذه الوحدة أن تميز بين همزتي الوصل والقطع نطقا وكتابة وهذا حقيقة أشبعناه نقاشا في لقاءات سابقة أيضا تبين أسباب كتابة الهمزة بالصورة المعطاة في كلمات معينة تكتب الهمزة المتوسطة والمتطرفة دون خطأ وهذا ما سنعنى به إن شاء الله تعالى في درسنا لهذا اليوم تصلح أي خطأ في رسم الهمزة المتوسطة على بركة الله نبدأ وإياك مع الهمزة في وسط الكلمة وآخرها تلاحظ هنا منظم تمهيدي يقول أقوى الحركات الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة ويليها السكون السكون هنا أضعف من أخف الحركات وهي الفتحة الكسرة تشبه الياء والضمة تشبه الواو والفتحة تشبه ماذا؟ أحسنتم الألف والسكون ليس له شبيه كما أشار هنا ثم قال تؤثر حركة الهمزة وحركة ما قبلها في صورتها الكتابية ولذلك الاعتماد اليوم على ما قيل في آخر هذه الفقرات إضافة إلى ما ذكر سلفا يقول تؤثر حركة الهمزة وحركة ما قبلها في صورتها الكتابية هل تكتب على السطر؟ هل تكتب على واو؟ هل تكتب على يا؟ هل تكتب على ألف؟ أو تكتب على نبرة كما يقال في الهمزة المتوسطة هنا بدأ في طرح هذه الكلمات يقول صنف الكلمات الآتية بحسب الجدول اللاحق ووضع هذا الجدول كما ترى وقسمه إلى قسمين مجموعة ألف وكذلك مجموعة باء أشار إلى مجموعة من الكلمات منها رأس ومنها مؤمن ومنها يكافئ يتأخر شاطئ صحراءه ودفئ ومؤرخ وسأل وتكافئ مخطئان فجأة يؤدب قرأة صائم ضمأ مسألة بئر قراءة شؤون وضوء هدوء ودنيئة وتساول جملة من الكلمات يريد أن نوزعها ثم نبرر بعد ذلك في الاستنتاجات لماذا وزعنا على هذا النحو يمكن نذكر الأول والثاني والثالث الرابع هذا سنتوقف في ذكره نضع استفهام وستكون إجابته عليك وسنكمل في المجموعة باء مجموعة ألف أشرنا إلى رأس وسأل وترى كل ما نكتبه الآن ليس مستوفيا لكل شيء أنت بعد فهمك لتصنيفاتنا ستضيف على هذا الجدول أيضا قرأة مثلا في المجموعة باء ضمأ في المجموعة ألف الفقرة الثانية مؤمن ويؤدب في المجموعة باء تكافؤ في المجموعة ألف في الفقرة الثالثة مخطئان وصائم مجموعة باء يكافئ وشاطئ أشرت بعلامة الاستفهام هنا في الفقرة الرابعة الخامسة أو الفقرة الرابعة في المجموعة باء هدوء ودفء الآن بعد نظري لهذه الكلمات تلاحظني لم أستوفي جميع الكلمات ولكنه مطلوب منك استفاء جميع الكلمات ووضعها لكن إذا فهمت المبررات ستوزعه بعد ذلك في الاستنتاج هنا والملحوظات يقول ما المعيار الذي صنفت بناء عليه الكلمات في المجموعتين ألف وباء فأشرت هنا إلى موقع الهمزة في الكلمة هل في أول الكلمة في وسط الكلمة هل على ألف وسأتي في ذكرها وشرحها خصوصا في المعيار أو الإجابة على ثانيا إذن المعيار الذي صنفنا بناء عليه موقع الهمزة في الكلمة طيب المعيار الذي صنفنا بناء عليه المجموعة واحد اثنين وثلاثة وأربعة فهنا أشير إلى الحرف الذي كتبت عليه الهمزة هل كتبت على الألف هل كتبت على الواو هل كتبت على ياه هل كتبت على السطر إلى آخره من المعايير أيضا التي ستأتينا إن شاء الله ونتعلمها الفقرة الثالثة عندنا يقول عد إلى جدول التصنيف اضبط الهمزة المتوسطة والحرف الذي قبلها واضبط فقط الحرف السابق للهمزة المتطرفة إذن في المتوسطة اضبط الهمزة المتوسطة والحرف الذي قبلها طيب في المتطرفة اضبط فقط الحرف السابق للهمزة المتطرفة دون الحاجة لضبط الهمزة ذاتها وهذا إذا أردت فيه التفريق ما بين الهمزة المتوسطة والهمزة المتطرفة وتراعي فيها المعيار الموجود عندي في هذا السؤال إذن أؤكد تعود للجدول وتكمل ما تبقى من كلمات الكلمات كثيرة جداً نحن أخذنا منها جزء يسير وتركنا لكم الباقي أتمنى أن تعود وتملأ الجدول وفق المعايير التي اتخذناها ورأيناها في توزيعنا في الفقرة رابعاً هنا يقول حالات كتابة الهمزة المتوسطة والمتطرفة على كل من الألف الواو الياء وكذلك الصدر وسأستعرض الحالة في الهمزة المتوسطة ثم بعد ذلك أتحدث عن الهمزة المتطرفة فعندنا الهمزة المتوسطة تكتب على الألف إذا كانت مفتوحة وما قبلها مفتوح تكتب على الألف إذا كانت مفتوحة وما قبلها مفتوح أيضا تكتب على الألف إذا كانت مفتوحة وما قبلها ساكن وأيضا تكتب على ألف إذا كانت ساكنة وما قبلها مفتوح أشير في الهمزة المتوسطة على الواو قبل الإتيان إلى المتطرفة أقول إذا كانت مضمومة وما قبلها مضموم وإذا كانت ساكنة وما قبلها مضموم وأيضا إذا كانت مضمومة وما قبلها ساكن أو مفتوح في الكتابة أو كتابة الهمزة المتوسطة على إيا نقول إذا كانت مكسورة على الإطلاق هنا ونقول أيضا إذا كان ما قبلها مكسور في الفقرة الأخيرة عندنا الكتابة على السطر نقول إذا كانت مفتوحة وسبقتها ألف ساكنة أيضا إذا كانت مفتوحة أو مضمومة وسبقتها واو ساكنة هنا في التعرف على الهمزة المتوسطة ويحسن حقيقة في مثل الإجابة على هذا السؤال أن تضعه للتبسيط عليك في خرائط مفاهيم تسهل عليك كما يقال الإلمام بالمعلومة ولو أن الجدول في كثير من الأحيان أيضا يجمع لك شتات هذه المعلومات أنتقل بعد ذلك إلى الهمزة المتطرفة متى تكتب على ألف تقول إذا كان ما قبلها مفتوحا ومتى تكتب على الواو إذا كان ما قبلها مضموما ومتى تكتب على الياء إذا كان من قبلها مكسور ومتى تكتب على السطر تقول إذا كان ما قبلها ساكن إذا كان من قبلها ساكن بإمامك لهذه القواعد تعرف أنه متى تكتب الكلمة أو كيف تكتب الكلمة في الهمزة في وسط الكلام وكيف تكتبها في آخر الكلام هل تضعها على ألف أو تضعها على الواو أو تضعها على الياء أو تضعها كما ترى على السطر في الفقرة التي تليها يقول خامسا هات من عندك أمثلة إضافية متنوعة على الهمزة المتوسطة والمتطرفة من الأمثلة عندنا نحن هنا اكتفينا بثلاث أمثلة نقول مثلا بئس الكذب خلقا تلاحظ أيضا الهمزة الآن كتبت على نبرة وروعيت فيها القواعد أو القاعدة التي ذكرناها سلفا أيضا عندنا كلمة القرآن الكريم ثلاثون جزءا وتلاحظ لفظة جزءا هنا أيضا كيف كتبت الهمزة وتراعي أثناء كتابتك أو حلك لمثل هذا السؤال قضية التنويع بمعنى تكون مثلا في وسط الكلام تكون مثلا في آخر الكلام تكون مثلا على واو تكون مثلا على يا تكون على ألف وهكذا أيضا من الأمثلة مثلا الدفء في الشتاء ضرورة هذه الأمثلة اكتفيت بذكرات استطيع أنت وفقك الله بالتعاون مع زملائك مع معلميك وأنت كذلك مع زميلاتك ومعلماتك أن تأتوا بأكثر مما ترونه من هذه الأمثلة مستمرون في الحديث عن الهمزة في وسط الكلام وفي آخرها تقلنا إلى هذا الجدول أكمل الجدول الآتي في بيان الآيات ثم حركة الهمزة حركة ما قبلها الحركة الأقوى وكذلك الحركة الأقوى تشبه الحرف نقول هنا في لفظة لا تأسوا لكي لا تأسوا حركة الهمزة هنا كما ترى السكون حركة ما قبلها الفتح ثم الحركة الأقوى بلا شك الفتح الحركة تشبه حرف الألف الحركة تشبه حرف الألف في قول الله تبارك وتعالى ما كذب الفؤاد ما رأى وتلحظ الخط على لفظة رأى هنا فتقول حركة الهمزة الفتح حركة ما قبلها أيضا الفتح ثم نقول الحركة الأقوى هي نفسها ذاتها الحركة التي تشبه الحرف أو الحرف يشبه الألف كما ترى بناء على قولنا الفتح في قوله ولا تنكح المشركات حتى يؤمن لفظة يؤمن هنا حركة الهمزة السكون حركة ما قبلها الضم ثم الحركة الأقوى الضم وتشبه الواو أحسنتم تشبه الواو إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر هذا أشرت إليه بأنه سيكون عندكم في قول الله تبارك وتعالى إن الحسنات يذهبنا السيئات نقول السيئات هنا حركة الهمزة الفتح حركة ما قبلها الكسرة الحركة الأقوى كما ترى الكسرة وتشبه حرف أليا في قول الله تبارك وتعالى فما لئون منها البطون أيضا قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إلى آخر ما ذكر الله تعالى في الفقرتين الأخيرتين والفقرة أيضا الرابعة ستقوم أن توفقك الله بحلها وبيانها في نشاطات التعلم وضح لما كتبت الهمزة المتوسطة والمتطرفة في الكلمات الآتية بهذه الصورة ولدينا مجموعة أيضا كبيرة من الكلمات سنكتفي بحل بعضها مشاركة لكم ثم نترك لك الباقي لفظة مطفئ هنا السبب تقول لأن ما قبلها مكسور سبب كتابة الهمزة بهذه الطريقة أيضا هيئة لماذا كتبت هنا على ألف كما ترى تقول لأنها مفتوحة وما قبلها ساكن لأنها مفتوحة وما قبلها ساكن أيضا لفظة قائمون هنا لأنها مكسورة وما قبلها ألف مد ساكن ألف مد ساكن في قوله عب هنا لأن ما قبلها أحسنتم ساكن لأن ما قبلها ساكن تفائل نعم لأنها مفتوحة بعد ألف مد لأنها مفتوحة بعد ألف مد كلمة تعبئة هنا لأن ما قبلها مكسور كتبت بهذه الطريقة لأن ما قبلها مكسور يتبقى لديك لجأة ودناء ورؤوس إلى آخر ما ذكر في هذا الجدول بالتعاون مع زملاك وكذلك مع معلميك تستطيع حقيقة الإجابة على ما ترى مستمرون في نشاطات التعلم وهنا لدينا سؤال مهم يقول بحسب ميزان القوى بين حركة الهمزة وحركة ما قبلها الحركات الثلاث والسكون وضح بمعادلة رياضية عدد الحالات التي يمكن أن تكتب فيها الهمزة المتوسطة على اليا وعلى الواو وعلى الألف وهذا أجدوني مضطرا أن أقول لممكن نستفيد من معلمي الرياضيات في مثل هذا لفهم هذا السؤال ثم صياغة ما يراه رياضيا بما يتناسب مع ما تتعلمونه وتدرسون ليضع قاعدة في مثل هذا وهنا أيضا يحصل التكامل ما بين المواد أخيرا تكتب الهمزة المتوسطة على السطر وذلك حين تسبقها ألف طلبة مثالا هنا فنقول مثلا قراءة وعباءة نقول مثلا قراءة وعباءة وليست فقط هذه هي الأمثلة لدينا يعني جملة كبيرة من الأمثلة تستطيع استعراضها من خلال ما درسته وأيضا من الجداول التي مرت بك خلال هذا الدرس في نشاطات التعلم أيضا يقول انتبه عندما تكتب لوحدك كلمات تتوسطها همزة فإن هذا يتطلب منك أحيانا معرفة بالقواعد النحوية له الرفع والنصب والجر لتحديد الرسم الصحيح للهمزة المتوسطة التي أصلها همزة متطرفة مثل صحراء ودواء وعواء انظر المريض دواءه مفيد أخذت دواءه شربت من دوائه الآن في بياننا في تعليقنا هنا يقول ضع الهمزة المتوسطة على الحرف المناسب في الفراغات الآتية إن ما فراغ نا عذب إن الذئب عواء أيضا وضع فراغا مخيف يصدق علماء فراغ نا في الحديث ذهبت إلى صحراء فراغ هم أسعد الله مساك كما ورد حان وقت لقاء وأيضا وضع فراغا ثم نا بالمدير كان غذاء ثم وضع فراغا نا التمر أخيرا اعتنوا بالكتاب اعتناء فراغ بصحتكم سأجيب عن مجموعة كبيرة وسأترك لك فراغين هنا فنقول هنا إنما أنا أحسنتم إنما أنا عذب ثم نقول إن الذئب عواءه مخيف إن الذئب عواءه مخيف يصدق علماؤنا أحسنتم يصدق علماؤنا في الحديث ذهبت إلى صحرائهم أسعد الله مساءك حان وقت لقائنا بالمدير كان غذاء ووضعت لك استفهاما عليها اعتنوا بالكتاب اعتناء وأيضا وضعت لك استفهاما اعتناءكم بصحتكم هذين الفراغين تكمل الإجابة عليها بالتعاون مع معلميك وزملائك اقرأ هنا يقول تكتب الهمزة مدة مدة فوق الألف أشار إلى رسمها كما ترى إذا لحقتها ألف وكانت هي على السطر أو على ألف مثل جزآن قرآن منشآت الأصل ثم بيّن كيف تكتب كما ترى مرسومة هنا جزآن وقرآن ومنشآت أما إذا كانت الهمزة على السطر وقبلها ألف وبعدها ألف فلا تكتب مدة مثل قراءات ثم وضع هذا الجدول يقول أكمل عندنا ملجأ ملجآن ملجآن كما ترى الأصل عندنا كلمة مكافأة تكتب مكافآت ثم كما ترى الكتابة في الأصل مأرب هكذا تكتب مآرب وترى كتابتها في الأصل عد إلى مرجعك الإملائي واستكمل منها المعلومات الآتية هذا أشير إليه بأنه منزلي تجيب عنه وفقك الله ويعتبر هذا من الواجبات المناطة بك الفقرة السابعة أعد كتابة الجمل الآتية بعد تنوين ماذا ما بين القوسين ما بين القوسين تلاحظ هنا تكافؤ وتلاحظ كفؤ وتلاحظ أبناء نقرأ الجملة نقول تكافأ خالد وسعيد تكافؤا واضحا وهكذا تكتب ما زال محمود كفؤا تلاحظ وعبد الله أكثر أبناء من خالد أكثر أبناء من خالد إذن هكذا تكتب كما ترى وتلاحظ أيضا في السؤال أعد كتابة ما ورد بين القوسين بتنوين النصب الطلب هنا بتنوين النصب أعلق على الصورة الآتية بعدد من الجمل المحتوية على كلمات مهموزة لدينا هنا ثلاث جمل ليست هذه الثلاث جمل كما يقال قرآن منزلا تستطيع أن تنشئ جملا لكن تراعي ما ورد في السؤال أن تكون بكلمات مهموزة ذكرنا في الجملة الأولى أشرقت الشمس الساطعة على رمال الصحراء تقدر تقول أشرقت شمسنا الساطعة على رمال الصحراء تغير وتقدم وتؤخر لكن لا بد من ذكر أو وضع الهمزة واستخدامها معناه يمكن أبرز مثال عندنا ما أشير إليه باللون الأحمر أيضا هنا تكسب الشمس الأرض الدفئة تكسب الشمس الأرض الدفئة الفقرة الثالثة بضوء الشمس الوهاج تستمد النباتات طاقتها وحيويتها والفقرة الرابعة عندنا تتلألأ الرمال الذهبية كسبائك الذهب تتلألأ الرمال الذهبية كسبائك الذهب هذا بإذن الله سيكون محور وانطلاق حديثنا في الدرس القادم اللي هو تصحيح الأخطاء الآتية مع ذكر السبب لدينا جملة من الكلمات نذكر الصوابة ثم نبين السبب في ذلك أسأل الله لي ولكم في الختام علما نافعا وعملا صالحا إن ربي ولي ذلك والقادر عليه شاكرا لكم طيب الإصاء وكريم المتابعة مؤملا أن ألتقيكم وأنتم دائما في خير وعافية حتى ذلكم والحين أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله